السلام عليكم ورحمة الله أعيزان المشاهدين في كل مكان أسعد الله مساءك وأحبائي بكل خير يا رب حابين اليوم نتكلم عن الحشائش الضارة الحشائش السمية اللي بتمس خير النبات زي ما حضرتكم شايفين عندي في الحديقة في أحواض زرع زي الألوفيرا هنا مثلا والميستيكال الزينة اللي هي الفلفل الوردي شوفوا كمية الحشائش الضارة اللي طالعة ملهاش أي قيمة وبتضرب النبات وبتمس خيره هذه كلها جماعة لازم تتشال على طول لأنها بتأين أي فيتامين أو معادن أو أي فيتامينات النبات هيتغزى عليها هي بتطلع وبتطلع طريقة وصورة رهيبة وهي اللي بتاكل خير الزرع كله فيعني حرام علينا أول ما تشوفوا الحشائش هادي بدأت تنمو وتقدر عندك في الحديقة زي هدول كده شوفوا طلعين جنب الكركة دي بيمصوا خير الزرع كله ولازم يتجلعوا على طول وما يتسبوش عندك في الحديقة لأنه بيدرب نباتاتك وبياخد كل البيتامين الطريقة سهلة جدا أول ما حضراتكم تشوفوه بدأ يكبر أهو لازم يقلع من الجزور لازم تشيله مش قصقصة لازم تشيله من جدره الخطوات سهلة جدا ونشيل الحشائش كلها من الأرض أهو نحفر جنبيها ونشيلها زي ما هي بجدورها لأنك لو سبت الجدل وشلتها هي من فوق فقط بتتمدد تاني ونموها رهيب وهتكل لك الخير وبالذات له زارع حاجات فيها ثمار أو لو زارع حاجة مثلا زي نباتات الزينة هتبدأ تصفر معاك لأن الباشا هذا هو اللي بيبدأ ياخد خير الثمار أهو بتشيله من جدله ما بتسيبش إلو أي أثر في الحديقة عندك أول بأول عشان يتحافظ عن نباتاتك وأشجارك من أن الحشائش دي تتغزى عليها ما نجيش كده جماعة ونقصقص ونشيل هذا لأ هينمو تاني لازم نشيلها بجدورها يعني هنا معلش هي طالعة جنب الكاكتوس عندي الألوفيرا بس برضو لو ما دينا إيدينا جامد هنحاول نجلحها زي ما هي أهي طلعت بشروشها كلها معايا أهي شايفين شايفين الكمية وكيف دي طلع جماعة وفي منه بيكون بيشوك مضر جدا ووحش جدا هنيجي هنا برضو هنشيله من جدوره أهو تمام هادي برضو بتيجي وبتشيلوها الموضوع هذا مهم جدا جماعة عشان نباتاتنا حبيت أوريكم الطريقة وأنا طبعا عشان هو جريب من الحاجات اللي بتشوك هادي هبقى أشيل الباقي لكن الطريقة زي ما بقول لحضراتكم أهو ما تكسفهاش قصف شيلها من جدلها كلها بالأرضية بتاعتها أي فيتامين أي حاجات بيستفيد بيها نباتك من الأرض هي اللي بتاخده وبتقول لك خير الزرع بتاعك كله فلا يجب علينا كل فترة بدأ يطلع نشيله من جدوره هنيجي هنا مثلا شوف عندي الكركة دي جاي جنبه وطلعها ما شاء الله شوف كيف لازم نيجي نخدها بجدولها من الأرض بسم الله زي ما هي بجدلها لازم تكشال نرميها كده مع باقي الحشائش ونيجي على أختها هادي نشيلها من جدورها زي ما حضراتكم شايفين الموضوع سهل ولكن لازم الحاجات هادي تتشال يا جماعة عشان شوف الحوض بدأ ينضف كده الزرع تاعي يتغزى وياخد كل المعادن والفيتامينات الحاجات اللي محتاجة والأحماض الأمينية من الأرض ما فيش حاجات زي هادي تعكر صفه النبات ويطلع معانا ويتغزى وما فيش حاجة تاخد خيره لو جينا بصينا هنا مثلا شوف المورينجة طالع عندي المورينجة الكبيرة هي ما شاء الله بجت أطول مني في غضون شهر ونص الحمد لله بني اديها سماد وفيتامين في مورينجة تانية محتاجة انها تتشال من مكانها لو جينا نبص هنشوف شوف شوف المورينجة من تحت مصفرة ازاي السبب ان بدأ يطلع لي حشائش اهي حشائش زي هادي شايفين طالع جنب المورينجة وتبدأ اتمص خير النبات بنيجي احنا زي كده نجلعها من الاساس ونشيلها عشان نباتاتنا شايفين كيف مادة في الارض بجدولها اهي لازم نشيلها ونبعدها عن النبات ونساوي تربتنا شايفين كيف وطنون كل الغزاء وهي المورينجة الكبيرة جاية واحدة طالع جنبيها بنشيلها برضو من الاساس بجدولها ازا كده احنا بنخلي دايما ارض منظيفة وما فيهاش هذه الحشائش الضارة اللي بتضر بالنباتات يارب يكون الموضوع باين لحضراتكو والمعلومة الكل يستفيد منها يجب ازالة هذه الحشائش الضارة كلها وما ترمهاش سيبوها تنشف يا جماعة بعد ما تنشف ممكن لو كتير جدا بتتحرق وبيتخذ سمادها مفيدة للنبات او ان احنا بنستخدمها في الطربة تانية يعاد التدوير ما ترمهاش يارب يكون الفيديونا للاعجاب هذه ننظفنا الارضية عشان الغزاء بتاع النبات ما يروحش حلفاضي لو اول مرة حضراتكو تشاركوا معانا ياريت الشير والاعجاب يا جماعة ونسعد برؤياكم ان احنا دايما نشوفكم معانا في القناة اخوكم نعيم احجاب ونشوفوا فيديوهات تانية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته